اه طيب بصدر شباب كده انا عايز اقول لكم ان يمكن الحلقة دية او الفيديو ده هو واحد من اجمل الفيديوهات اللي انا بعمله وانا مستمتع او مبسوط طب ده لي عم مشيته عشان انا يعني وصلت يا جماعة لمحاكي عايز اقول لكم هو مش واحد من اجمل المحاكيات الموجود للكمبيوتر لا 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 هو اجمل محاكي انت ممكن تستخدمه عندك على الكمبيوتر المحاكي يا جماعة بصراحة انا بقش في عيوب المحاكي مليان مميزات اكبر واقوى ميزة فيه كمان ان هو بيشتغل على كل انظمة تشغيل الوندوز اقصد هنا ووندوز عشرة ووندوز حداشر والجميل كمان والمميز هنا ان هو بيشتغل على ويندوز سبعة عايز اقول لكم ان هو بيشتغل على اقل امكانيات كمبيوتر مهما كان الكمبيوتر بتاعك امكانيات وتعبانة وضعيفة عايز اقول لك المحاكي ده هيشتغل عندك محاكي بصراحة يا جماعة اختراع ده اجمل وافضل محاكي انا شفته في حياتي انا خلاص باعتمدته عندي رسمي ان انا هشتغل بالمحاكي ده فهنشوف مع بعضنا هنا ان شاء الله ازاي نسبته وازاي كده يعني ايه كم يعني التركيات اللي فيه هيحاول كده على قد ما اقدر اشرحها لكم يعني وشوف التركيات اللي فيه وكده وعايز اقول لك كمان ان هو في جوجل بلاي رسمي تنزل فيه كل تطبيقات بشكل رسمي جدا عايز اقول لك يا جماعة ان يعني اصلا المحاكي الرسمي من جوجل بلاي مفيش فيه اصلا بتنزل تطبيقات فيه بس بتنزل العاب عشان تنزل تطبيقات لازم بقى كده بيعني بتركيه او حاجات كده تخش تامي بقى فوامر السي ام دي وبتاعه واقصص كده وحرات معقدة جدا فعايز اقول لك لا المحاكي ده فيش فيه الكلام ده خالص هتسطب اي تطبيقات انت عايزها واي برامج انت عايزها اكيد انك ماسك تليفون حرفيا في ايدك بس كل المطلوب منك ان انت لو الحلقة عجبتك واستفدت مني حاجة والمحاكي يطلع مناسب بالنسبة لك وانا اوعيدك انه هيكون مناسب بالنسبة لك فما تنخلش علي بلايك كومنت جميل زي كده وهتما طبعا ان نضم للقناة عن طريق الزهر لسه بس كنا يبقى اللي موجود تحت الفيديو وفعل الزهر الجارة عشان اي فيديو هزيره جديد يجليك باش عار وبدو ناغي كتير يلا بينا يا شباب اه طب يا جماعة طبعا بعد الانترو كالعادة نخش عطول في معضوها الحلقة طيب بص يا شباب افتح عندكم اي براوزر وهتفتحه كالعادة برضو جوجل وهتيجو عندكم في البحث بتاع جوجل وهتكتب زي ما انت شاف قدامك هنا كده ليا مومو بليير بعد كنت قوله هنا انتر هتخش على اول نتيجة بحث وده الموقع الرسمي بتاع المحاكي لما نخش هنا كنت قوله هنا ده ولود لوا مومو بليير هاجي هنا مسلا هنزله عندي على الديسكو توب في الفولدر ده مسلا وقول له سليكت فولدر وقول له هنا كده ده ولود طبعا هو المساحة بتاعته تقريبا اربعة ميجا بايت او حاجة زي كده وطبعا اكده مش مساحة المحاكي يعني هفهمكم بس دلوقتي ايه ادي الفولدر اول نزلنا فيه كبر كده هو هينزل معكم بالشكل ده يا جماعة هو مساحة هنا خمسة ميجا بايت طيب كليك المين عليه وهتقول له هنا هو ده يا جماعة زي ايه باتش كده عشان بس ينزل المحاكي هو المحاكي تريبا مساحته هيبقى ستوميت ميجا بايت طبعا هنا في دي انت ممكن بقى تختار انت عايز تنزله فين او كده فكل واحد يختار براحته انا هسيبه بتاعه مسلا في طبعا يفضل لو انت عندك تحمله طبعا او تثبته على ده هيبقى افضل يعني المهم هنقول هنا كده هيبدأ طبعا ينزل الحاجات دي انا عندنا يعني ما عملاش ان انا كدت منزلها قبل كده فانت عندك انت هيحمل من الاول ستوميت ميجا بايت انا عندي محملش الكلام ده كله ان اصلا كدت منزل المحاكي ده قبل كده يعني فالمهم بعد ما هينزل معاك ستوميت ميجا بايت هو هيعمل النسطول لوحده وكل حاجة عادي خالص تمام بعد ما خلص هو فتح الصفحة دي معينا منها وقادي المحاكي تسطب معنا واشتغل معنا عادي جدا في بس يا جماعة حاجة مهمة جدا 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 يعني سواء للمحاكي ده او اي محاكي تاني طبعا فلسطول هنا كده اكسب سواء يا جماعة في المحاكي ده او اي محاكي تاني لازم تكون عندك مفاعل حاجة اسمها او زي ما قلتوه كده عمتا عشت مقفامين ايه ده هسيب لك ده يعني اللينك لتظار لك حالا دي كده او الصابن اللي لتظار لك ده ده هنا عشان يشغل لك اي محاكي فبس اي محاكي ده او اي محاكي عندك في مشاكل او مشتغلش معك شوف الحلقة دي الاول عشان تعرف ازاي تثبت عندك اي محاكي بدون اي مشاكل طيب انت خلاص عملت الكنام ده كله والمحاكي اشتغل عندك بشكل تمام جدا بص يا جماعة اولا بتاعته او اللي هو يعني بتاعت المحاكي جدا طيب نخش بقى كده في المفيد وورينا كده عم مشيتوا خصائص المحاكي ده بتقول ايه بص يا شباب انتو لو جيتوا دغطوا هنا كده على الثلاث شرط ضمت كده ودخلتوا هنا مسلا على سيتنج ركزوا معايا كده بقى واحدة واحدة بصوا يا جماعة في بتاعه او الاداء يعني اول اختيار ده سيبوا لو انت الكمبيوتر بتاعك امكاناته متوسطة او ضعيفة خليك في اول اختيار ده الاختيار التاني ده هنا كده الناس بقى اللي هي ايه معايا اجهزة معايا اجهزة كارت الشاشة محترم فقت بقى مسلا التلاتين كده وانت طالع ومعايا بورسوسور محترم هو هنا الفكرة كلها ان هو بيقول لك يعني انت هيشغال لك هنا في الاختيار التاني ده يشغال لك المحاكم بافضل اداء يعني هيبس طبعا ده هياخد من كارت الشاشة وبالبورسوسور عشان كده بقول لك لو انت عندك الجزء بتاعك يعني امكاناته متوسطة او ضعيفة لا خليك في اول واحد ده تمام هنا برضو كلها وناخد بالنا بصه كده مسلا لو انت برضو اخترت اللوه اللوه هنا لو هياخد بقى مسلا اربعة كور وياخد من ريمات ستة جيجا او الهاي واخدين بالكو هنا اتنشر جيجا او ممكن بقى في الكستم وتختار اللي انت عايزه فانت ممكن تسيبه او حاجة كل واحد على حسب امكانات الجهاز بتاعه اشكبل لكم يا جماعة مستو النوع بيشتغل على الاجهزة الضعيفة طيب لو نزلنا كمان تحت شوية هنا كده بصوا بقى هنا كده كمان يا جماعة هو هنا بيقول لدلوقتي ان المحاكي يشغال بجودة مسلا الف سمائة وعشرين في الف تمانين انا طبعا الشيء اللي عندي دي فانا ممكن تتعم عندي الموضوع ده معرفش انت عندك ممكن تتعم ولا لأ بس انك من الشيء عندي اصلا فاللي هي بتاح عندي اصلا الف وخمس وستين في الف وربعمائة واربعين فتمام فانت ممكن تطبق دي عادي خاص وهتقوله بس هيقول لك انت عايز تعمل مش للكمبيوتر للمحاكي ولا فانا اقول له ماشي يا عم اعمل صارت دلوقتي هنلاقي المحاكي يقفل معنا وهيرجع يفتح تاني دلوقتي عشان يطبق الفكرة بتاعت اللي هو الف وربعمائة واربعين او اللي هو طبعا انا برضو لو انت شاشتك اقل من كده حاول ما تعاليش في الحاجات دي بقى هو كده كده المحاكي يبقى سريع معك جدا يعني انا بس بشرح الكلام ده جماعة للناس اللي عندهم اجهازة عالية واجهزة كمان ان كانت متوسطة لو ننزل بتاعت كده هتلاقيه خلاص طبق معنا فين او طبق معنا خلاص لولو الف وربعين هنا طبعا اللي هو هو فيها المحاكي لو انت عايز تزودها او كده هنا بقى دي يا جماعة اخدوا بلكن هنا برضو ده بقى بتاع المحاكي طبعا هو الدفولت بتاعه هنا اللي هو شغل على ستين فريم انت طبعا موكم تزود الكلام ده الحاد متين واربعين فريم فخنا متروعين فريم يا جماعة يعني مين اصل معة بول دلوقتي موكم مشغل حاجة على متروع بم فريم فجميلة جدا. انا عنا بس هسيبها على ستين لان انا ما عنديش مشكلة في الستين. بس انت لو عايز زودة زودة. ما فيش مشكلة موكم تخليها مئة وعشرين تخليها تسعين براحتة. هنا طبعا دي حاجة بقى موكم انت امان بيقول لك اللي ايه لو هتظهر الفريم ريت يعني تظهر اللي هو الرقم بتاعها والكلام ده كله. لو نزلنا كمان تحت يعني هنلاقى برضو بعض الاختارات الحلوة جدا. هتلاقي هنا في ايه? في مسلا. طبعا دي هنا برضو اختصارات بقى للمحاكي وكده يعني انت موكم تخش تشوف ها بقى. في بس هنا بقى حاجة مهمة عايزة أورالكم. بصوا جماعة انت موكم تختاروا. اه نوع المحاكي ده ايه? انت عايز مسلا كن معاك ايه? معاك موبايل سامسونج ولا ريرمي ولا شاومي ولا اوبو. وحتى في سامسونج اه يعني في عندك موديلات موكم تختارها. طبعا انت موكم تختار بقى اعلى موديل فيهم مسلا موكم نقول ايه موكم اللي هو اس عشر بلصة مسلا يعني. موكم ده اعلى حاجة فيها حاجة اعلى. موكم نخليها اس عشر بلصة مسلا او اس عشرين. خليها اس عشرين اف اين. مسلا يعني تمام? هي مش فرق قوي يعني بس هي مجهد مسميات وكده. في مرضو حاجة مهمة عايزة اقول لكم. هنا طبعا دي انت موكم تقول له اللي هو تخلي البرنامج يعني شغال فيه خلفية وكده. حاجة حلو بقى هنا جماعة اللي هو او بتاعت الروت. هنا انت موكم اكنك عامل روت للتليفون. اكنك معاك روت. اكنك معاك تليفون انا اسف. وعمل له روت. طبعا اللي عارف يعني ايه روت? هيبقى فيه ما انا بتكلم في ايه? اللي مش فاهم خلاص ما تدخلش حاسك في القصة دي يعني. يعني بس انا بتكلم من الناس اللي عارف يعني ايه اصلا روت. فدي كانت معظم او اهم الحاجات اللي موجودة في المحاكية هنا. هنقول له خاصة سيتنج. هنقول برضو كامير ستارت. هيقفل طبعا ويرجع يشتغل معنا تاني. طيب في بقى هنا يا جماعة طريقتين عشان تسبتوا البرامج عندكم على المحاكدة. في طريقة رسمية وفي طريقة كده ايه? زي بقولوا بالحب يعني. لو شوف الاول كده الطريقة اللي هي بالحب. طريب الحب دي انت لو جيت ضغط على السهم ده هنا كده. وجيت ضغط هنا على اللي هي دي او دي اضغط عليها. هو هنا هيجيب لك الكمبيوتر بتاعك ويقول لك لو انت عندك اي ملفات اي بي كي انا ممكن اسبتها لك. مسال مسلا يا جماعة سريعا كده لو دخلنا هنا كده مسلا وقلنا له والله سطب لي البرنامجين دول دون ملفات اي بي كي عندي. يقول له هنا كده. بص يا جماعة السرعة انتو اخدين بالكم اصلا السرعة. يا جماعة انا 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 مبايلي ايه سي تنعش في الالترة. انا لو كنت صبت عليه برامج دي يعني مش هتنزل بالسرعة دي. طبعا ده برنامج اللي هو يا سين تيفي. فانت بقى يعني على شكلة الموضوع ده ممكن تثبت اي برامج. تيجين على اي بي كي هنا كده. وتقول له مسلا والله انا عايز سبت كمان الانترنت اللي هو سبيت ميتر ده مسلا دي ضغط عليه. هتليه طبعا شغال معك عادي جدا. والدنيا حلوة فيش في اي مشكلة. طبعا تعمل رجوع من هنا. تمام كده يا شباب فدي كده كانت طريقة زي بقوله كده اللي بالحب. الطبعا طبعا الرسمية واللي قلت لكم عليها في مقدمة الفيديو ان انتم جماعة عندكم هنا بلي ستور رسمي اساسي. وفيه كمان حاجة عايز اقول لكم قبل قبل موضوع ده انت لو دخلتم على كده بتاع المحاكي هنا ونزلنا على ابوت فون ونزلنا تحت كده اه بصوا جماعة شغالين باندرويد اتناشر. يعني احدث موجود ده اصلا اربعتاشر. فانت شغال باتناشر سدقوني جماعة مفرقتش كتير والله يعني الموضوع مش فارق معك كده كده هيشغال لك كل الحاجات عندك. فحاجة مميزة جدا 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 موضوع الاندرويد ده مهم جدا جدا يا جماعة. طيب نرجع بقى للطريقة اللي كنا بنتكلم فيها الطريقة اللي هي رسمية. تفتح عندك البلي ستور وهناعمل ساين ان واخدوا بالك يا جماعة هي يعني معك ساين ان عادي جدا لانه آآ يعني لعزة اوصل لكم ان في محاكيات كتيرة جدا يا جماعة الموضوع ده مش شغال فيها اصلا. يعني في محاكيات كتيرة تيجي تيجي في عندها مشكلة في موضوع اللي انك تسامل ساين ان على جوجل بلاي. فهناعمل مع بعض كده ساين ان وارجع لكم تاني. وزي ما هشايفين يا شباب الجوجل بلاي اشتغل معايا عادي خالص وحتى اللوجو بتاعي اهو انا داخل بحسابي الرسمي عادي جدا. وجوجل بلاي يا جماعة بقى يعني اقول لكم ايه انا هشرح لكم في ايه جوجل بلاي ايه بحاسة معلم على اللي انت عايزه. تنزل ايه تليجرام بقى اي حاجة مسلا هو تليجرام. اي حاجة انت عايزت نزلها معلم خلاص هتلاقي موجود اهي ادي تليجرام اهو. دي خالص وتخش عليه مسلا او تعمله من بره ايا كان اديل هو وهينزل معاك عادي جدا طبعا دي كل الاجهزة بتاعتي اللي موجودة يعني او كده. هينزل معاك خلاص يا جماعة انت شغالين يعني عايزه لكم انتم مش شغالين باي طريقة اه يعني كده او طريقة مش رسمية. لا انت موضوع رسمي يا معلم بلاي ستور عادي خالص وحسابك وبتنزل كل حاجة. اقول تليجرام نزل عادي خالص وقول له ابن وهيفتح معاك. طبعا بقى عايز تنزل كمان اي جيمز او حاجة ارجع بك هو عايز تنزل اي جيمز بقى ايه عايز تنزل ايه مسلا اه انا مش هنزل بس اقوليكم يعني بابجي مسلا بابجي اهي عشان المحاكيات وكده يعني بابجي يا معلم اهيت عايز تنزل ايه كلاش رويل اي حاجة يا جماعة هتشتغل معاكو وهتنزل معاكو عادي جدا بشكل طبيعي وشكل سليم فبس شاب دي دي قناة التلجرام انا بلازم لك حاجات مبعافش نزل هنا على اليوتيوب اتمنى طبعا انتم نضموا للقناة عمانة هسيب لكم اليمكن القناة دي موجودة في صندوق الوصف وكبال عادة لو جيتك اي مشكلة سبقالي في الكومنتار وبس كده يا شباب